اوضحت وزارة الخارجية ان العملة الاجنبية المتواجدة في البلاد محل تقدير وترحيب وتحظى بالعناية والاهتمام مؤكدة ان القانون هو الحاكم لامور تواجدها وعقودها جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية خالد اليرالله الذي قال ان العملة الاجنبية المتواجدة في البلاد تحظى بالعناية والاهتمام وفق القانون الذي يحكم متواجدها وعقودها لافتا إلى أن مثل هذه الأمور لن تؤثر على سمعة الكويت الإنسانية أو المراجعة السنوية لملف حقوق الإنسان مضيفا أن كل المراجعات التي تمت في هذا الملف كانت تحوي إشادة وتقديرا لدولة الكويت وما تقوم به موضحا أن الأحداث الأخيرة لن تؤثر وما تقدمه الكويت للعمالة واضح وصريح وشفاف وأن حقوقهم محفوظة اشتركوا في القناة